وخلال جولته بمحافظة الإسكندرية تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مشروعات الأسبقية الأولى لمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية وتبع مدبولي الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم استعراض شرح تقديمي حول أسس الاستراتيجية تضمنت إعداد تقديرات وكاتفات لمياه الأمطار لمدينة الإسكندرية والإشراف الميداني وضبط الجودة على مدار 24 ساعة وخلال الجولة اطمأن إلى جاهزية المشروع لاستقبال النوى التي يمكن أن تشهدها مدينة الإسكندرية الأسبوع المقبل عقب ذلك أعطى رئيس مجلس الوزراء شرط البدء لتشغيل المضخات التي ستتولى سحب المياه إدانا ببدء تنفيذ المحطة ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمدينة